تمكنت مصالح الأمن بالجزائر من تفكيك شبكة إجرامية دولية يقودها مغربي تعمل على جلب مادة الكوكايين من دولتين أوروبيتين عبر البحر بيان لدرك الوطني بالجزائر ذكر أن الشبكة تعمل مع بارونين اثنين يقودهما رئيس الشبكة من دولة المغرب حيث تبين أن هذه المادة يجري إيصالها إلى المدن الساحلية الغربية للوطن ومن ثم تحولها إلى الولايات الداخلية اشتركوا في القناة